السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم فيديو مختلف كيف ما طلبتوا مني تدابير منزلية نتمنى ان شاء الله يعجبكم وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم وعلى الصور ديال تطبيقات ديالكم اللي بعدتوا لي يا الله يجازيكم الف خير وتفضلوا معي باش تشوفوا اه تفاصيل الفيديو بسم الله اول حيلة هي القشور ديال البرتقال ما تبقاوش ترميوهم من اللي يكونوا عندكم جمعوا واحد الكيمية وكتنسموا بها الخل لان انا كان نظف انا غيب الخل وبالبيكاربونات ما كان نستعملش مواد اخرى كيف ما كتشوفوا معي كنعمرها في واحد القرعة ديال الزاج ولا ديال البلاستيك ماشي مشكل اه هاد بالنسبة للقرفة هاد العود ديال القرفة والقرنفل هادوك يبقى وغي اضافة ايلا بغي توضيفهم ايلا ما بغيتوش ممكن استغناء عنهم ممكن كذلك استعمال قشور ديال الليمون الحامض او الحامض اه كنعمرهم هنا بالخل هنا بالنسبة للبنات اللي عايشين هنا اه ممكن انكم تشريوا هاد البيضو ديال الخمسة اه خمسة اطره كيتباع رخيص وكيتقام علينا رخيص وقال كي يسوا اه جوج ديال اورو شي حاجة اه من الاحسن باش ما كي اه ما كي يقتقامش عليكم غالي على كل نوع الخل صراحة ما ما غاليش صافي كنعمروا هاد هاد القرعة هادي مزيان حتى كي تغطى لنا هادا يعني القشور ديال البرتقال او ممكن اليك يعجبكم يعني قشور ديال الحامض ممكن تستعملوه صافي وكنغطيه عليك وكنخليوه اسبوع كامل باش كي يطلقى مزيان او اكتر حتى كتطلق ذاك الفناق ذاك الخل كيتبدل اه الريحة ديال وما كتبقاش ديك الريحة مجهده اه ومن بعد مني كي يوجد لنا يعني اه فشكي مر اسبوع كنوضعو فوحد اه القرعة ديال البلاستيك الى بغيتو او ديال مهم ديال الزاج داك شي اللي توفرتو عليه اه ممكن اضافة واحد زوج معلقات ديال اه البيكاربونات دو سوديوم ولكن خسكم تردو البالي ان الخل كيتفاعل مع البيكاربونات يعني راه كيف يفيد من الاحسن ديرو فوحد الاناء اه يكون واسع وعادة باش كتعمروه في القرعة واللا انا كن نخدم بيغي هكدا يعني غي الخل هكدا اه ومن اللي كن بغي ننظف كن ناخد شوية ديال بيكاربونات وكن نضيفها اه سينو بالنسبة الزاج او او الحوض ديال المطبخ اه كنستعمل فقط الخل بالنسبة البيكاربونات انا وريكم البيكاربونات اللي كنستعمل لان او واحد الاخت سولتني عليها كنستعمل شي مرات كنستعمل هادي اه وشي مرات كنشري اه ديال الفاغماسي شي مرات كل مرات شي مرات في المغازابيو يعني كل مرات وفين كن ناخدها هادي كتكون حدا فين كي تبع الملح يعني في المحلات الكبرى فين كي كل ملح راكي تكون تما بالنسبة الحيلة التانية هي بسيطة جدا ولكن كتحافظة لنا على بالنسبة للبنات اللي ما كيقدروش اه تقدرو يعني دايما اللي كيكون سوبر مغشي بعيد ولا السوق يكون بعيد مهم اه انا هاد الكنتقدم مرة في الاسبوع وهاد اه الربيع او مهم الاعشاب المناسيمة كلها كان ناخدها كيعني الورق النشاف او ممكن كذلك استعمال اتنان شي تخشون لاذا كزيف ديال حياتي اه بالنسبة لهاد هاد الورق النشاف را ممكن تستعملو يعني بزاف ديال المرات تستعملو هاد المرات تعودو تستعملو تاني مرة اخرى اه يعني ما كيضيعش كيف ما كتشوفوا معي يعني قال اعشاب المناسيمة كلها وضروري ما كنعودو نوضعوها في اه البلاستيك او كيلي كيستعمل احتى اه بابي اليوميوم سوف يوضعوها في الثلاجة وهكذا كتبقى لنا يعني الورق اللي الربيع كيبقى لنا الربيع او مع دنوس او اه شبت او اي اعشاب كتبقى لنا طريع اتمنى ان شاء الله هالفكرة ديال اليوم اتنى الاعجاب ديالكم و الى حلقة جديدة ان شاء الله استودعوكم الله الذي لا تضع ودائعه سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة